اشتركوا في القناة ميليشيا الفرس ميليشيا ايران ميليشيا الخميني رغم التضحيات التي قدمها ابناء القبائل لكن المؤسف لا تزال الحكومة غائبة كليا عن تلك المعارك التي يحاول الحوثي ان يحرز اي تقدمات كل ما فشل في جبهة الساحل يفتح جبهات المارب وحينما يفشل في مارب يفتح جبهات الساحل وحينما يفشل في كل الجبهات يفتح جبهات الضالع وهكذا المهم كيف يغطي فشله المخزي والفاضح كيف يذهب بأبناء الناس والأطفال والمغرر بهم إلى هذه الجبهات ثم لا يعودون إلى آبائهم كالعادة أذهب إلى فاصل ثم أعود لإستقبال اتصالتكم حول هذا الموضوع جبهة مارب وصمودها الأبي في ظل صمت مخزل لإمام المتحدة وللحكومة الشرعية وللمؤسسة الرئاسية وغياب كل الوزارة الدفاع مع الأسف أذهب إلى فاصل كالعادة ثم أستقبل اتصالتكم على الإنترنت تطبيق يلئي مودو والأرقام الدولية المباشرة نتابع أهلا بكم كما قلنا لا تزال مارب الصامدة رغم أن الحوثي يحاول أن يخترق هذه الجبهة بشراولاءات بضعفاء النفوس بضخ ملايين الملايين عشرات الملايين ويضخ عشرات الشباب المغرر بهم ومن أبناء القبائل هذه المرة معه حقه أنه تم اختطاف نساء يعني السلطة المحلية أعلنت أنه تم القبض على خلية تقسس تباع مليشيات الحوثي ترصد القوات الحكومية والأماكن تواجد المسؤولين فيها والحوثي الآن قلس بضحكه على القبائل أنه اختطفوا النساء فعلوا يعني كل مرة يدور مبرر لكسر شوكة مارب لكنها صامدة وستظر صامدة إن شاء الله وهي أبعد عليه من عين الشمس ومن زلنا ننتظر الحكومة أنها تحرك جميع الجبهات من العار أن تصمت من العار أن تستمر هذه المهزلة والقبائل تواجه وتقدم فردات أكبادها حفاظا على ما سمي بالشرعية وعلى مؤسس هذه الدولة وعلى آخر بسمار فيها أول متصلين معي مرحبا السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من معي أخي؟ مرحبا يا أخي عبد الله تفضل حياك الله يا أخي العزيز بدنا نتكلم عن هذا ثورة 2011 طيب تفضل مع أنه الموضوع على مارب ودمرك اليومانيين نعم ما استفدنا منها شيء ولا ولا حصلنا منها أي أي فائدة إلا انتهاكت حرمات المسلمين ودخلونا الحوثي ودمروا الشعب وخربوا البلاد نعم طالب والناشد العميد الركر طارق أن يحرق الجبهات وأن يتقدموا طيب القرار يا أخي عبد الله بيد الحكومة والشرعية وزارة الدفاع هذه القهات المسؤولة أمام الشعب وأمام الدستور أمام القانون أمام النظام الجمهوري يا أخي نحن ناشد طارق أن يتحركوا إلى الميدان الشعب اليمني ميت جوع منتظرين من الله ثم آل عفاش أن يتحركوا وأن يتقدموا إلى الميدان شكرا يا أخي عبد الله وحييك ورأيك نحترم أيضا المتصل قليل دالوا مرحبا قالوا نعم دائما الملشية الحوثية هي تنتصر بضعفاء النفوس تنتصر بخلخلة القبيلة اليمنية بشراء بعض أصحاب النفوس البريضة بالخيانات لكن هذه المرة أكثر من عدة شهود وعليك السلام ورحمة الله كيف أنت يا أخار حياك من معي يا أخي من للأسف فصل يا أخار اتغيره متصل قليل دالوا مرحبا سنظل دوما كما قلنا نفخر ونعتز بالأبناء مارب الذي أعادوا للقبيلة شرفها وعزتها وكرامتها وكثير من القبائل كثير من القبائل تنتظر فقط حتى الآن نحن نقول دائما لجماعة أبناء مارب ما ذهبوا يعتدوا هم في موقع دفاع أعلان عن أرضهم عن كرامتهم عن أعراضهم قالوا مرحبا نعم السلام عليكم يا أخار وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من معي يا أخي معك أبو وليد ورحب يا أبو وليد فضل أخي أنا قلت لك بمداخلة سابقة القرار القرار لا بيد التحالف ولا بيد الشرحية شوف القرار من وين جاء بوقف الحرب نعم والآن يعني ثورة ثورة 11 إبراهن الآن شوف جاء الإيراني لقطة والآن يتوسلوا للإيراني عشان يضغط على الحوتين شوف المازالة والفضيحة اللي احنا فيها نعم أي شرعية وأي قادة وأي كلام فاضل طيب شرعية هي نتاج الساحات يا أبو وليد إيش توقع منها يعني رئيس جاء نتاجا لأحداث حصلت في الساحات وبعدين فحات ورح له وقلس مهاجر إلى اليوم وعد الشعب اليمني أنه سيحرر اليمن من هذه الميليشيات وأنه سيعيد الرفع العلم في مران وإحنا منتظرين هذا الكلام هذا كلام هراء هذا كله كلام هراء نعم نعم إن كل اللي تآمروا على اليمن والله يا قرار ما هو بيدهم صحيح يعني الداعمين والمتحالفين صحيح قرار ما هو بيدهم واصطبح الدنيا وشوف القرار من وينجا والآن يتوسلوا لإيران أين ثورة 11 برائد اللي يقولوا عليه وين الزنداني وين كل هين الفضيحة نعم صحيح يعني شوف قاعدين يقضلوا يا أبو وليد لماذا لماذا أيضا إحنا لو قلنا إنه عبد الرب فخامة الرئيس ما بيده شيء ولا التحالف بيده شيء طيب منهم اللي عدوا غريم الشعب نحن ليش نهرب لها أمريكا ما دخل أمريكا فينا أصلا لماذا نستسلم اللي حتى اللي توجه الدولي إذا في إرادة شعبية الشعب النسي حرر الأبطال في الجبهات لماذا لا تطلق الجبهات لإستعادة صنعاء وخلوا أمريكا تغرد خارج السرب وإيران وغيرها من هذه الدول التي بتاعت الشريب دماء وعشراء اليمنيين بما فيهم حتى الأمم المتحدة بالنسبة بالنسبة اللي يطلع أي دل القوات القوات ما بيديه قرار ما بيديه قرار القرار بيديه بتحاله نعم ما بيديهم قرار أنت عارف الحوثي استولى على الدولة واستولى على الاستلاح واستولى على كل شيء ما بيديهم شيء شكرا يا بوليد رأيك نحترم أيضا ومع ذلك نقول إن الشعب سيأخذ حقه بيده لأن نراهلنا على الخارج ولا على أمم المتحدة المسألة وقت ألو مرحبا نعم ألو ألو ورحب فضلي أبو نورة وعليك السلام كيف الحال نحمد الله أول شيء تحية يا طل عمر من الإجرال والأكرام يا طل عمر المعرب نعم واه المعرب وللقوات المشتركة وللعمالبة نعم وله للحديدة ونقول كسر الله خيرهم على الجهد الذي يدوه صحيح وكالحية تنفسهم يا طل عمر كراما لنا نعم للمغرب وللوطن وليس موجود نعم ما قصروا بين الله وجيهم أما بإسمه يا طل عمر أبو طارق غنف اللي يقول إيه الشراحي وين المناغري وين المتنري المتنري وقال لي يا طل عمر الناصري والمشارك كلهم بر الله الدولة بين يا طل عمر بين الحوزي وبين الجرعية صحيح صحيح لا يتقيح القرار الموت مرد بحيات مرد بحيات عاق بحيات رحمة الله عليه نعم صحيح 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 شكرا يا أبو نورة شكرا وصلت الفكرة وحيي كون متصالقيني دالوا مرحبا ألو نعم ألو لا نزلنا نتسأل كما قلنا مشاهد الأكار وسنظلنا نتسأل ما هو مبرر عدم تحريك الجبهات من قبل الحكومة ألم تكن هذه الحكومة هي أمل الشعب اليمني في أن يتحرك الجبهات ونتصر اليمن واليمنيين ما يعني بيان مش قادرين يصطروا بيان على الغاء كارثة السوكولم بعد أن فشلت يعني ديس تشهدوا والذين قتلوا منذ وقف معركة الحديدة كانت كفيلة بتحري اليمن كله لو فرضنا أنه قانب إنسان كما يدعون طيب تآمروا على جبهة الحديدة حركوا بقية الجبهات لو عكم مبرر أنه في ضغوط دولية حركوا جبهة القوف مهارب مش باتفاق الرياض أنه تنسحب القوات العسكرية من شبوة من كل المحافظات وتعود الجبهات تحرك الجبهات أين ذهب هذا الشرط ألو مرحبا نعم ألو نعم تفضل أخي كيف أنت أعم فارح حياك من معي أخي مع قيس فضل يا قيس أحيي الأبطال في جميع الجبهات وفي مهارب نعم واصل ونحيي أمك الشاخ الغربي طيب يا قيس لماذا لماذا الحكومة ما تنقذ أبناء مهارب إلى متابة ضل صامت الحكومة والوزارة الدفاع سامعني ولا لا يا قيس شكرا لك خلونا نجوم بصل دولي يا شباب ألو مرحبا السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من معي يا أخي كيفك يا فارح مرحبا صوتي من مع بوزعفران حياك يا بوزعفران أصلا كل يوم معك رقمان نفعل فضل لأنا هو رقم هذا والله عندش رقم طيب اتفضل هذا رقمي طيب اتفضل أنت قد خرجتني من إيمو من جو ولان خرقك والله ما حد خرق أحد إذا أنت اتصلت كيف الخرقك يا أبو زعفران هذا الكلام قد قالها الحوثي قبل ثلاثة شهور يا فارح ما انت شاب ما شاء الله المجسة هذه شو بيقول لك يعني الرجل الناسب في مكان المناسب صحيح هم تطرعوا في مكان المناسب هم تطرعوا في مكان المناسب هم تطرعوا في مكان تدعى فعلا هذا والله لا شرعية عبدالبود الفندق وهذا الليما أنا سمعته الليل الخارجية يتكلم في المتمر عاية عاية لا دهلال هذا في إيران ولا كله كبش كب إيران أقوى منهم من كلهم وبلدهم تتوقع يا أبو زعفران طيب اسمعني يا أبو زعفران طيب اسمعني اسألك سؤال أسألك سؤال الحوثي حريص على الشعب اليمني الحوثي حريص على الشعب اليمني هل الحوثي طيب أنا اسألك سؤال اسألك رد بأمانة الحوثي حريص على الشعب اليمني الحوثي ما نحفر الشعب اليمني ما يقتل ولا يسرق ولا ينهب ولا يدمر بيوت الناس ولا يفكرها انا اتحدي اتحديد اجوة. شب انا اقول لك شديد. ادوتي في اليوم. يا ابو زعفران المغالطة عيب. المغالطة وصمتها. مليون دولار اللي اخذاني في السفارة موت. مصعدة الماء اليمنية. اقول لك مئات 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 البيوت اللي فقرها الحوثي. ما عملتها القاعدة ولا داعش يا ابو زعفران وينك عايش. بعد ثلاثة أيام في عمران اقتحم بيت القشيبي واخوته داخل عمران عمران نعم اقول لك مشكلتك يا ابو زعفران انك ما يتابع الاعلام بشكل عام يعني معاك عين واحدة فقط ايو ايو شكرا لك يا ابو زعفران وحييك انت عيش لك في طير مان امكان تتابع قناة الحوثي فقط بخداش اناك يا اخي يعني انت واحد من ثلاثين مليون ايش فعلك هذي مشكلتك وليست الواحد المنصف الذي يعتقد انه يحب الشعب اليمني وانه حريص على الشعب اليمني ما يقتل ولا ينهب ولا يسرق هو جاء من اجل اسقاط قرعه وخرقوا الناس معاه على اساس انقذهم من فشل حينها الحكومة اللي كانت من الاخوان ومن كل الحزاب الاخرى وبالاخير قرع الشعب اليمني ما تدبل وترد داخل صنعه بعشرين الف بست عشر الف ما تستحوا ولا عندكم كرامة ولا خجل لما تبقى تظلوا تكذبوا الشعب يعني الذي يقولون مع الشعب يا اخي طيب يدعو الانتخابات من اي فصيلين كان قولوا نوقف الحرب وخلاص يكفي لن يتدخل التحالف ولا الامم المتحدة ولا المجتمع الدولي ويحقونوا الدم اليمني وقولوا تعالوا ننتخب كل واحد يقدمه رشح الحوثي الاصلاح المتمر الاشتراكي ومن انتخب الشعب بحل على رؤوسنا هذا الذي يقول النبعي انقذ الشعب اليوم وعليك السلام اتفضل يا ابو رغد اخي دينا ما قال زي ما اعطيت هذا زعفران يا اخي خلينا نتكلم زي ما اعطيت ابو زعفران للفضل يا ابو رغد ابو زعفران الان هو وافق من نفسه انه يعني ماشيين على الصراط المستقيم نعم ماشيين على الصراط المستقيم المواطنين اللي هدموا بيوتهم الطرق قد يسبقوها المدارس اللي هدموها نعم وكل هذا والله اذا ما في الدعم الخارقي لهم وفرصة من الاخوان يطغضوا عليهم ويرعموهم بالمعسكرات يرعموهم بالبلاطق نعم الاخوان المسلمين ويندورهم الاسلحة ما يقعدوا يوم واحدة بأي جبل او واري في اليمن صحيح الايام كفيلة بذلك الايام الزمن دوار الدنيا دوارة والزمن دواري يا برغد يمني معبى نعم زي الانبو بلغات اخي معبى شعمل باللي هم وقود في بطنه وكمل يخلصوا بعدين تستسلم شقول ما هو برضاي صحيح هو وامثاله هو وامثاله شقول والله ما هو برضاي اخي عواءونا وعماءونا لكن كل هذا يدور بحزب الإصلاح الذي هم ساكتين وعلى رأسهم وزير الدفاع بين وزير الدفاع بين الوحدة الاخوان البيوش لا بهر ولا تكلم ولا نزل اي نعم شكرا لأهل مارب وقنود مارب وقبائل مارب نعم الذي هم صامدين وليس الجيش شكرا يا أبو رغد لا لا فيه من الجيش لا ننكر فيه من الأبطال فيه من الأحرار يا أبو رغد موجودين من القوات الحكومية موجودين من الأبطال هذا لا ننكر من هم في القبهات على رؤوسنا من أي صنف كان من أي جماعة كان من أي كين كان من أي قبيلة كانت من هم في القبهات هم شرعيتنا يعني حزبنا اليمن سنظل نقولها قلناها في الماضي واليوم والحاضر والمستقبل حزبنا هو اليمن الصراعة السياسية لها صندوق يحكمها وامتصال قريد دالوا مرحبا السلام عليكم ورابح في الجزائر ورحب يا رابح ورحب اتفضل أخي يا الأخبر الكلمة هدرتها صح في بلاستها وانتخابات نازيها والصندوق هو اللي خلال ولكن هذه الانتخابات النازيها كديرها كذا لما يكونوا عدن مؤسسات وقت المؤسسات مثلا هار في الدولة سوف العنظمة العربية إلى سوريا كل شيء ريبيا لما كانت المؤسسات مكاش مكاش مؤسسات نعم لما نذهب راح انهارت الدولة تماما لا المؤسسات مكاش ولا عراسهم المؤسسة الجيش والآدالة المؤسسة القضائية المؤسسة العالمية وما أدرك من الإعلام الإعلام لم يشركوا على الإعلام والقضاء لما يكونوا هذو وقفين الدولة ما تنهار هذا هو نحن نتمنى وإن شاء الله وقف الحرب هذا والانتخابات تكون نازيها واللي يحطي للصندوق يتفضل هذه الانتخابات هذه هي الديمقراطية لا مكاشر يحتاجها للسلطة مكاشر يجلب الدبادة مكاشر يجلب السلاح فقوة السلاح وهكذا هذه هي الديمقراطية والشعوب والشعوب هذه هي الشعوب الديمقراطية والنزاهة هذه ما يشي كمعناه قاعدنا نهضر العالم العربي من المحيط إلى الخارج شكرا يا رابح وحييك وصلاة الفكرة وتحية لك ولكل ليلة شقة في الجزائر واصل شكرا يا رابح وحييك وصلاة الفكرة مع ذراع المقاطعة شكرا لك وامسل قريد ألو مرحبا ألو نعم ألو كما قلنا أبناء ماري بنزال وصامدين حتى الآن ومنتظرين تطبيق أيضا أحد نصوص اتفاق الرياض أنه تعود القوات من شقرة من أبيان من شبوة من تنسحب أيضا من محافظات المحرارة وتعود القبهات ما هو المبرر من عدم تطبيق هذا النص ألو مرحبا نعم ألو وعليك السلام وعليك السلام ورحمة الله أخي ممكن نشارك أخي من معي تفضل أبو جمال أبو جمال أبو جمال تفضل أخي أول أخي أخي فيك الزوحة السورية أخي هذه القناة الشرية قناة كل الشباب اليمنين أخي أخي أيضا قناة أخي أخي قناة اليوم الجمال اليوم أخي أخي لي حبرات قد من ثلاث رسائل فضل رسالة إلى أبايا المعرف الشرفاء الشبعان الأبطال نعم وأشد على أهاديهم وأخوة الأرض تحتني عامل نعم وأقول لهم أن يجد أن يواصل النظام نحو لا أن أشخد مسؤول ضعيف قليلا أكثر هؤلاء من مسؤولين الحلوثين هم عن شرية رقايا الاستعمار المهارسي القديم نعم ليس من اليوم فهم الاستعمار القديم نعم أشكرك يا أبو جمال وحييك وصلاة الفكرة أخي شكرا لك ونسأل الله نحق خلام النصر آمين يا رب إن شاء الله شكرا يا أبو جمال أحييك في كل الجبهات في كل الجبهات جهل العربي وفي جبهة الضالع وفي كل الجبهات نعم محييك شكرا لك يا أبو جمال وصلاة الفكرة أخي ونصل جريد ألو ألو مرحبا موجود يا عم خالد خلونا نجم بوصل دوالي ألو مرحبا ألو ألو السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليك السلام أرحب يا أبو بسم الله اتفضل اتفضل انت على هوايا أبو بسم الله والله نعم 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 صحيح صحيح ما دايك السوالة حتى شارعي صحيح لكن في خيانات صحيح بالأفراح في مدهم باللديك في التحاص القوة صحيح واصل هنا عرفناهم عرفناهم في عدن عرفناهم في عدن هم أجب البشر ولكن مع لاحظ بالأفراح تدعمهم وأخوان المسلمين يدعمهم بالقوة التي بسكي لهم من الهدوح الخليج نعم واصل يا أبو بسم الله شكرا لك وصلت الفكرة أخي ورايا كذا نحترمه متصل قريد ألو مرحبا ألو مرحب من معي أخي ألو موجود يا شباب لراح كما قلنا الرهنة بعد الله على الأبطال وحنا أمام خيارات متعددة يا جماعة ما فيش مشكلة ولا ولا حل لا نظل دائما نرمي أخطأنا على الماضي ولا على التحالف ألو ألو مرحبا نعم أخي السلام عليكم أستر فرس وعليك السلام فضل يا أبطال أوازل فضلك فضل والله أنا أقول للولي أبو زعفران لماذا إذا كانوا يقول الحوثين ما أكتلوش أحد لماذا قتلتم رمزكم ورئيسكم في يوم من الأيام الشحيدة لأبد الله الصالح نعم إذا كانتم رجال جبناء جبناء أكبر من جبناء ما قتلتم رئيس ما أدخلوا أحد يا أبو طارق قتلوا الأطفال قتلوا النساء قتلوا الشعب اليمني عارفوا قرائم موثقة بصوت الصورة على من بيكذبوا أنا سأله سؤال بس أي رقم لأنت يا أبو زعفران ولا أبو طارق ولا أبو زعطان ولا أبو مطاني شكل أي رقم في بحر اليمن الكبير نعم إحنا مجرد كل واحد يدل برأيه ويدل بزلوة لماذا المغالطات والنفاق والكذب والهدار الفاضي نعم تكلموا فيما من شعبنا اليمني أطفالنا ونساءنا وأرضنا الطاهرة المحرومين منه شغالين ميليشيات شركا غربا جنوبا شمال إذا تكلم الواحد يحنف نعم طيب يا أبو طارق الآن مارب لا تزال صامدة وبيض الله وجههم ما قصروا أين الدور الحكومي أين الدور الحكومي في دعم هذه القبائل وتحرك المعسكرات وتحرك كل القبهات مش قبهة مارب فقط يا أخي شميت أبو وليد ما قلوك القرار مش بيد أي حكومة ممآن الحكاين القرار بيد الأبطال بيض الله وجهه أبناء معرب الأبطال الشرفاء معرب اليمن نعم ممآرب وممآرب اليمن نعم بس هذا مش نفاك اليمن ممآرب وممآرب اليمن يعني يا أبو طارق شن يسمع اسمع الله يحفظك شن نقتنع إن الحكومة كان بيدها القرار لما وقفت قبهة الحديدة وقعت على اتفاق سوكول مع مليشيات الحوثي دون أي مبرر ودون أي وقت زمني والآن مش بيدها القرار إنها تلغي هذا الكارثة وتحرك القبهات طلع النبي اللهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أنا ذان في السعودية وأحمل جواز الشرعية لكن الشرعية ما بيدها القرار مناكفات مؤتمر إصلاح ذاك لو كان في شرعية أهم محافظة في اليمن هين حديدة نعم كل بوابة الرئيسية لمحوثوا لإيران والتحريب ولكل تلعيات نعم مناكفات ومكايدات ومكافات أغراض لا أكل ولا أكثر نحيي أبناء مارب شكرا يا أبو طارق كما قال كيف أحمد نحيي الأبطال من مارب وبس شكرا يا أبو طارق وحييك وابن صلق لي دالوا مرحبا السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله اتفضل يا أخي علي الله أعطيك العافية أولا نحيي أو أعطيك وثبات أبناء مارب نعم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامهم على هذه المؤامرة التي تحيكها الشرعية والمجتمع الدولي ضد أبناء اليمن مش كل الشرعية علي حتى ما نكونش يعني متنكرين لكل شيء خلونا نكون واضحين في بعض القناح القطري ممكن تقول القناح القطري القناح التركي الفئة التي جال الفئة تجار الحروب الذي مش راضين أنه هذه الحرب تنتهي تجار الحروب المتقمصين بعبادة الشرعية من أي كائن كان يا أخي فارس اليوم الذي يتسيد القرار الرئاسي ويتسيد الشرعية ويتحكم بقرارتهم جماعة الأخوان وهم الأغلبية وهم من يديرون مكتب الرئاسة وهم من يديرون المعارك اليوم الأبناء مارب يقتلون ويقاتلون ويكافحون بينما المقدش يقبع فيه فنادق الملز إذا كانت الشرعية غير مسؤولة عن ما يقر فلماذا وقعت اتفاق ستوك هولم وهي من أتت بالتحارف العربي لكي تحرر الشعب اليمني من مأزقه لماذا اليوم وضعت قوات في شبوه من أجل أن لماذا لا يتركون يا أخي فارس أقل شيء المقاومة الجنوبية أن تحرر مارب أقسم بالله أجل معدودة وهي محررة لأن أبناء الجنوب يحاربون بنية صادقة أما الشرعية فهي عملت حواجز اليوم وقعت اتفاق ستوك هولم ومن أجل أن تحصن الحوثي اليوم الحوثي بالمجتمع الدولية شرعا أمريكا والتحالف العربي إذا كانوا ساكتين على ما يقري فلماذا أتوا إذن صحيح قدمت بنية تحتية قتل أطفال قتلت نساء قدمت متارس كل شيء في اليمن أنتهى اليوم المواطن اليمني بدل أن كان الشاب يحلم يا أخي فارس بمستقبل يحلم بمستقبل زار اليوم يحلمون بلقمة العيش نعم صحيح لا يفكرون بالمستقبل شكرا يا أخي علي إن شاء الله تفرق إن شاء الله تفرق ما عدتش معنا ما نخف عليه دائما نقولها يا جماعة شردنا شرد الملايين متعودين على التشريد القوع متعودين على القوع يعني يا أخي فارسهم أصلا وجلسوا في فنادق الرياض رواتفهم تأتي إليهم كل ما هو ما لبضى وطب يأتي إليهم لا يلتفتوا ولا ينظرون إلى الشاشات ماذا يعاني منه الشعب اليمني شكرا يا أخي علي وصلت الفكرة أخي يحيي إذا كانوا يريدون تحرير اليمن فليتركوا الحوثين وليتركوا أبناء اليمن وسوف تحل قضيتهم بأنفسهم هذه للصراحة شكرا لك وصلت الفكرة أخي وامنص القريد دلوا مرحبا ألو نعم ما قد عم خالد ها مساء النور سنور العافية من مع يا أخي معك ابن اليمن مرحب اتفضل يا أخي شوف أين الرأس والله الناس مستعدين أين الرأس يتواصل بالمجائف يتواصل بالناس بايجي بايجي وقت الرجال الصبر يا ابن اليمن الصبر المعركة الوطنية لم تبدأ المعركة الوطنية الشاملة لم تبدأ لتستأصل هذا ورام سرطاني الآن إعالي قبل كيموي السرطان هو دائما يتعالج بالعلاقة الحديث بالحديث بالأخير إذا وصلوا إلى 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 يأس إنه ما مش فائدة إلا البتر بتر الصبر يا أخي قيوة أحنا بن عين الأب الذي جاء يكون أب وطني صحيح اليمن واللاده يا ابن اليمن طالما أنت تحمل هذا الاسم الكبير فاليمن واللاده بالأبطال والشرفاء والإحلاق الصحيح واصل 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 لمعك أي حاجة واصل شكرا يا ابن اليمن شكرا وحيك أخي الناس سعاني صحيح لكنها لا تهيأس ولا تحبط سيظل اليمنيين سيظل اليمني كما عرفناه ذلك الصخرة المنعة التي تتحطم على اعتابها كل المؤامرات وكل المشاريع الصغيرة تحية لكل الآباء لكل الأمهات لكل الأحرار في مختلف الجبهات لكل أمهات الشهداء لكل أمهات الجرحاء لأولئك الأرامل التي ما زلنا يحلمنا بيمن جديد ومستقبل أفضل وقدمنا فلذات أكبادهن ولا زلنا أيضا يقدمنا الأبطال والشرفاء والإحرار في كل الجبهات دون استثناء مصر القليد ألو مرحبا ألو أتفضل أخي ما أنا معي أتفضل ألو نعم ألو معك معك يا أمفارس اتفضل من معي أخي معك سامعي اتفضل يا سامعي كيف حالك يا أمفارس نحمد الله على كل حال سامعي معك طيب واصل فصل من عندك يا سامعي شكرا لك ومتصل القليد ألو مرحبا ألو غري عم خالد الرجاء الرجاء يا جماعة اللي مش قادر يمسك عليه تطبيق الإيمو بالإمكان على الدو ونفس الرقم نفس الرقم الذي تشاهدونه على الشاشة ما فيش عليه كثير ضغط اتصالات ومتصل القليد ألو مرحبا ألو نعم ألو الله يرحمه بس الله يرحمه كل الشهداء اليمن واللادة مثل ما قالي عبدالله صالح بيقى بعده ألف صالح يا علاء لا تيئس لا تحبط بإذن الله الصبر الله يوفقك يا غالي شكرا لك أخي ومتصل قليد ألو مرحبا كيف الرئيس نسك عليه يتطبع مع الإسرائيليين عيدروس من ألو كيف يتطبع مع الإسرائيليين هذا شأنه وقه السؤال له يا علاء وقه السؤال له شكرا لك أخي ومتصل قليد ألو مرحبا ألو أه مرحب من معي وعليك السلام معك عبدالله يفضل لدي من عبدالله كزار يتفضل عند الملك أقول لك أشألو من شاد السرائية واصل واصل شكرا لك يا أخي فاصل من عندك لأسف الذي ما عنده رصد دولي يا جماعة صحيح الناس في حالة يرتلها قلنا لكم اتصلوا عبر النيت عبر الإيمو عبر الدو على أساس سهل الناس كل واحد يوصل رسالتها أو رأيها ألو مرحبا نعم ألو 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 ورحبا معي أخي إذن حتى تسنى لنا للصورة بصورة بصوت أوضح كما قلنا أنه اليوم ننتظر بفارق الصبر ما زال ما زال هناك فرصة أنه تحرك كل الجبهات نحن أمام خيارات متعددة إما أن نقول أنه البلد تعيش فرق دستوري وبالتالي لن نرهن على شرعية ولا على الرئاسة ويبحث اليمنيون على مخرج لإنشاء قوة جديدة تنقذ البلد ولتفحولها الشعب هلو مرحبا نعم للأسف فصل يا شباب غيره أو أنه هذه الشرعية تحترن السهو وإرادة الشعب وتحرك الجبهات لأنه ما عدش معها أي عذار حتى بعد الآن الحيثي كل يوم يتمدد وكل يوم معهم مصلع لشباب المغرر بهم الناس تقول لك نحن على من رهن على شرعية بيس خارج البلد لو أكثر بس سنوات شرعية عادة لا عادة وقالس تمكنك تماعات وصورني فقط الناس تريد بشي ما الموس على الأرض إطراق الجبهات يتحرك وزير الدفاع يكون في مقدمة الصفوف يدير غرفة عمليات كيف فاهمين المسؤولية جماعة ماذا تعني شرعية دي السورية جاءت بمجتمع الدولي لأقلا تستعيدها أن تظل في خناتق في خناتق وصحاب الخناتق لمن يعني لا رواتب الجيش صرفتم ولا الموظفين ولا قبتموا خدمات ولا حركتموا الجبهات يعني وجودكم وعدكم على السواء ما الفائدة مرحبا له من معي أخي بسك بالنور تفضل يا نقيب عايك الله كيف حالك إن شاء الله طيب تفضل يا أخي تحية إقلال وتقدير واحترام لأبناء القوات المسلحة بكامل صنوفها نعم وفي كل الجبهات وفي كل المحافظات وفي كل المديريات وفي كل العزل نعم تحية لأبناء القبائل الشرفاء في محافظة القوف ومحافظة معرب الذين لقنوا الحوثي وأذنابه دروسا لن ينساها مدى الحياة نعم وأقول للمشاهد الكريم الجمهورية والإمامة اتحاربوا ثمان سنين صحيح ثمان سنين ثمان سنين بحيث إنه كان الملكيين لا يمتلكوا إلا النساء داخل صنع أو داخل المحافظات نعم وبعد كده هرب الإمام البدر إلى السعودية وانتصرت الجمهورية يعني عدوا نزيد نصبر سنتين يا نقيب يا أخي احتصروا المسافة من أراد الحرية فليصبر طيب ناهي ناهي الآن ست سنوات والنعب وطال على الجبهات موجودين والأحرارة موجودين والشرفاء موجودين اللي معرقل هذا شيء يا أخي بلان الله بلان الله بقيادة بقيادة ضعيفة بلان الله بقيادة ضعيفة اشترى لهم اشترى لهم حبوب الشقاعة اشترى لهم فيتامين وزر دفاع ضعيف ادلهم يا أخي علاق عالقوهم في فيتامينات اللي تقوي في حبوب شقاعة تعطوهم شوية شكاعة تأخذوا قرار. للحين للحين يكون في بطانة صالحة. متى ما كانت البطانة صالحة يا فارس. نعم. يكون قرار قرارات الرئاسية قرارات ناقحة. نعم. اللي حوالي الرئاسة ناس مطمصنحين. نعم. راح الزعيم يجي هادي بيروح هادي بيجي غيره. واليوم لامت لامت عبدالرب ومصر هادي بيروح عند الحوذي يأخذوا منه مصالح. هذول ناس عبيل الدراهم والدنانير. نعم. في فرق بين الرقل الوطني وبين الرقل الوطني هو الذي يعصب على بطنه. ويحمل بندوقه ويذهب للجبهة. والرقل العميل والرقل العميل الخانع رقل المصالح هو الذي يغادر لابلد آخر ويضخم بالمال ويشاهد قناة التلفزيون مثلك مثل غيرك. حسبنا الله وانعم الوكيلي. القندي والضابط يقاتل برقل صحيحية ورقل بلاستيك. صحيح. ضباط ضباط تجميهم القراحة. طيب هذا دليل انه الامل موجود يا يا نقي بحمد. هذا دليل انه انه الشعب لايمكن اني يأس. صحيح. يعود الى قبهة القتال بعد ان اضحى بنصف جسمه. صحيح. امامه هدف. امامه هدف. امامه هدف. انا لازم احرر هذا الوطن. نعم. شك. احنا نعول على الرجال الشرفاء. من مشايخ. ورجال اعمال. وقاذة عسكريين كبار. نعم. ان يلتفوا حول المقاومة. المقاومة بدون التفاف شعبي وقماهيري. لن تفعل شيء. شكرا يا نقي. وان شاء الله بيردت الله. ما يدريك اني. علي عبدالله صالح انتزع السلطة في وقت كانت الرؤوس تذبح. صحيح. شكرا يا نقيب. ان شاء الله. الامل بالله كبير وبالابطال. وحييك. شكرا لك. يستل سيفه تلتف وراه الناس. وحييك شكرا. شكرا يا نقيب. وامصل دي وليه قديد. قالوا مرحبا. خير خير. سالنور والعافية. خير خير خير. فضل يا وليد فضل. معك شي غيرها. ذالحين هذي النغمة لكم سيس سنوات تقولوها. مرتزقة عملاء. ما فيش معكم. يدي لنا حدا قديد. احنا قد ملينا من هذي. نشي حاجة قديد. مش راضين تتطوروا ولا كيف. طيب ناهي هذي ذالحين هذي قديمة على ما سقلو لك. هذالحين انت عبارة عن اسطوانة. سقلوا فيك سيدي هذك السيدي شفتلي سقلوه فيك. محاضرة ولا فيلم ولا اي حاجة. اسمعني اسمعني الله يحفظك يا ولي. معكم مرتزقة دواعش عملاء. معكم شي قديد. ما هو القديد. رحله مع الاسف. دايما تكون لما تكون فاشل لا تمتلك مشروع. مجرد انت اصلا دايما العميل يرى غيره عملاء. المنافق يرى غيره منافقين. المرتزق يرى غيره مرتزقة. الوطني يشوف بعين بعين الوطنية انه غيره ايضا وطني. وهكذا هذه الميليشيات. تسأله يا اخي ماذا قدمتم. ماذا صنعتم. يقول لك بني دافع عن الاسلام. الاسلام. تجدي تحدث عن الاسلام بعد 1400 سنة. وانت لا يعرف ما هو يصلي. ما يعرف كيف يصلي. ما يعرف كيف ما هو الدين. طيب الدين ان تذبح ان تقتل ان تسراق ان تناب. ما هو الاسلام. كيف الاسلام هذا حقكم يا جماعة. هل الاسلام انك تقتل. هل الاسلام انك الان تدمر شعب عشان كرسي عشان سلطة. عشان تحكم. طيب ما يا اخي ما ما الناس يحكموا بالديمقراطية. احنا بلد ديمقراطي. ما قلناش النبي محمد بن عبد الله البطنين والحسن والحجين. حكمها بالديمقراطية بالشورى. وحتى الاسلام اسمه السلام. يعني من سلم المسلمون من لساني ويدي اختصر الاسلام بهذه القملة. خلونا شو مصل ديوالي جديد يا شباب. الو مرحبا. الو نعم. شكرا لك يا ولي حياك الله. شكرا لكم. لانكم جمناة ما اقول لك يا اخي افتح لك عبر عن رأيك. انتقد قل ما اشيت. واجهنا حجة بالحجة. ترجعوا الى الالفاظ السوقية اللي ذي لانها عددكم واخلاقكم وثقافتكم. شكرا لك. شكرا لك. ما بتصل قريد. الو مرحبا. الو نعم. من معي يا اخي تفضل? ايوه معاك من معي? من معي يا اخي تفضل? من يا شباب ما في الصوت? طيب تفضل يا سامي. واصل. تامر ولا سامي. يا اخي خضوا على الصوت. غير يا شباب. بالاسف عيدة لتصل. عيدة لتصل. ما في الصوت. غير يا عم خالد. وامو تصل قريدة. لو مرحبا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على مارب. الصمود مارب. الابطال الشرفاء. يا ولي. يا ولي. يا ولي. يا ولي. قد لكم اكثر من ثلاثة شهور. بعد شهور تقولوا هذا الكلام. كنتم في عدان ودعسوكم. كنتم في الضالع وكسروا ناموسكم. واليوم في قبهة مارب. والله ما انتم قوياء. إلا لأنه معنا واحد مهاجر. وحكومة في وادي. يعني لأنكم أدوات. انتم فقط أدوات. لو كان عندكم قضية وطنية. انه قد كملت اليمن كلها. لكن كل يوم تشلوا في قبهات. تفتحوا قبهة أخرى. وتستغلوا وقفة القبهات. وإلا الناس. ما فيكم إلا اسبوع. اسبوعين. شهر. خذوا لكم شهر. أيامكم قربة الصبر. الصبر يا ولي. تعرفوا حمران العيون. احنا لا نراهن على صحاب الفنادق. ولا على الخارج. نراهن على الله. ولا انتم وعلى ابطال في القبهات. هم شرعيتنا. هم دستورنا. هم ناموسنا. هم. 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 أملنا بعد الله. أمل كل الشعب. ومتصل قريد. هلو مرحبا. ما ساكلة بالخير شيخ فارس. أيوة نقيب. أنا بغا أعقب على هذا المتصل. نعم. أقول له لو كان الشعب قابل. لو كان الشعب قابل بهم وبحكمهم. لكان لكانت دنيا بأمان. وكان الحرب توقف. وكانت المؤسسة الدستورية شغالة. نعم. مواقهتهم في ماريب. مواقهتهم في القوف. مواقهتهم في تأز. مواقهتهم في عدن. مواقهتهم في جمع مدقى الجمهورية. نعم. دلالة على عدم قبول الشعب بهم. صحيح. الشعب لن يقبلهم. لماذا واقههم الشعب. نعم. لماذا رفبهم برغم انهم يمنيين. مننا ومن أبلاء جلدتنا. نعم. لكنهم خرجوا عنا الملة. خرجوا عنا الدين. صحيح. كان كان يقول عسرة عفاش والنظام العائلة. اليوم محمد علي الحوذي رئيس اللقنة الثورية. عبد الملك الحوذي المرشد اليمني في اليمن. المرشد الايراني في اليمن. الثاني وزير التعليم والتعليم. الثالث وزير الداخلية امير الدين. الرابع طيب. وهذه مش عائلة. نعم. انتوا تقاسنتوا السلطة يا ما انتوا كنتوا تقولوا بانه. طيب ونودت ارلو يا نقيب احمد. والحرص جمهور يا عائلي. نعم. ارلو ارلوه حلم ارلوه دا الحين. الريموت الريموت الان معا ارلوه في صنعه. انا كلمك انا. لا يفكروا بانهم حكموا البلد. قلوا انت تحكم شارعين في صنعه. صحيح. الله 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 على الحق يا خير الحكومة. هذه الذي 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 فشلط الشعب يا نقيب احمد. صنعاب الحذر بالنار. نعم. ماهرة قالت انت استولت على صلاح الشعب. ووجهت صلاح الشعب لصدر المواطنين. صحيح. بعد فرق بعد فرق يا نقيب حمان. اي حكم انت تسحل الحرمة من داخل المنزل. شكرا لك. اي حكم انت وانت تاخذ الاغذية من الامم المتحدة اللي تاتي مجان وتبيعها وتستخدمها مقهود حربي. شكرا يا نقيب مع دراع المقاطعة شكرا لك اخي. كلهم بالغذاء سيظل اليمنيين يواجهوا هذا المشروع. نعم. لو على جماع جمينا. صحيح. والله لو لا لو ما يبقى في اليمن رجال والسلام عليكم. شكرا يا حبيب. وامصل اخر المتصلين يا شباب. الو مرحبا. الو. مرحب من معي يا اخي? الو. نعم. الو. ايوه معاك تفضل. انا فارغ. ايوه معاك سامعك هات ما عندك. نحيي فارغة محمد علي عبدالله صالح. نعم. سمعتنا? اه سمعتك. يا اخي الصبر. الصبر يا حبيب. شكرا لك اخي. واخر المتصلين. باقي حدان يا عم خالد. اذا مشاهدنا الكارم اه نقضى وقت البرنامج وسنظل دائما كما نقول الى اه جوار الشعب اليمني ومع قريبين من ابناء الشعب اليمني ومعاناته. ودائما نقول لابناء اليمن قاطبة بمختلف توجهاتهم منتماءاتهم في عموم البلد من اقصى الى ادنى. لن يكون هناك لن نندم على ما يعني على. لن يكون هناك القادم اسوأ من الماضي. سنظل نكررها. ثقوا بالله اولا. ثقوا بالابطال. ثقوا بالشرفاء. شوفوا. ثقوا بالاحرار الذين اه اه في مختلف الجبهات متواجدين. من ابناء القيش. من ابناء القبائل. اليمن واللادى بالابطال. هذه المؤامرة القدرة التي والادوات التي صنعها الخارج. التي صنعت لاجل دمار الشعب اليمني ستنتهي. وفي الاخير سينتصر الحق. وسينتصر الشعب اليمني. وسيعود اليمن امن ومستقرا. ما بني سوف يعاد بناءه. ما دمر عفا. سوف يعاد بناءه. سوف يعود التعليم. سوف يعود الامن والامان والاستقرار. الرواتب الناس ستصرف عن بكرة ابيها ان شاء الله. المسألة مسألة وقت. فتنة وستزول. يظل الشعب اليمني ثقته بالله. وبالشرافة والحرار. من فته المشاهدة بالمباشر بالامكان في الاعادة. اثنى عشر ونصف بعد منصف الليل. او تزور موقعنا على الجيوب اليمني اليوم. الى اللقاء.